بلال أيضا تسأل لصلاة الوتر هل لازم تصلوها بعد العشاء لأنه قال لك بعد العشاء تخاف يقضي الله أمرا كان يمين فعولا لا تكونش في الجمعة لازم تقريها قبل والبعض قالوا لها لا وكانها محرموا عليها أن تصليها بعد العشاء لا 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 الأمر فيه ساعة بمعنى أنه الإنسان إذا كان الإنسان هذا معتاد معتاد أنه ينوض عارف رحو بلا ينوض مستحيل عارف رحو سنوات ونام بلا ويتر جاهز إذا عارف رحو ينوم وما يفطنش قلوا لا أوتر قبل أن تنام الآن حبيت اليوم حبيت النوض دي القيام الليل نقول لا توتر خلي الوتر هو آخر حاجة ومن بعد صلي وأوتر هكذا يقول لك أنا اليوم ما شك ما ظنيتش بللي نقوم الليل لأني حبي نلقط أوتر طيب أوتار أوتار وفي الليل طار عليه النوم ولا أظهر له بشي نوض هل يصلي القيام للأم لا يصلي قيام الليل هل يعيد الوترة لا لا ويتراني في ليلة هكذا قال صلى الله عليه وسلم لا ويتراني في ليلة إذا كان مقبل صلاة على أساس أنه ما يقومش خلاص يكفي ففي هذا الحالة لا يصليش الوتر يدير قيام للماشاء من قيام الليل ولا يصلي الوترة بعد ذلك لأنه لا ويتراني في ليلة الله يبركيك شيخنا وستاذنا شيخنا محمد شيخ ترجمة نانسي قنقر